على بعض الإصابات لأنه فيه اتنين لعيبة مهمين جداً ما شاركوش فيه هذه المباراة الودية نبتدي بأحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر عنده شد خفيف في العضلة الضمة فبالتالي تم استبعاده من هذه المباراة أمام طلاع الجيش وحيتم تجهيز أحمد عبدالقادر لمباراة السوبر أمام الرجاء يوم 22 معنى أنه حيكون فيه تجهيز له معنى كده أنه حيكون فيه فرص كبيرة لأحمد عبدالقادر أنه ينضم القائمة المنتخب أو القائمة الأهلي عفوا في هذه المباراة ده فيما يتعلق بأحمد عبدالقادر وحيكون عنده برنامج تأهيلي وعلاجي خلال المرحلة المقبلة وحيكون برنامج مكسف في الحقيقة أما بخصوص عمار حمدي عمار عنده برد فالأهلي عشان يطامن أكتر أو جاذب فني والطبي عشان يطامنه أكتر عمل له مسحة عشان لا تكون كورونا ولا حاجة نتيجة المسحة تلقت من حوالي نص ساعة قبل دلوقتي بشكل رسمي سلبية الحمد لله معندوش كورونا والأمور كلها تتعلق بنزلة برد بس إن شاء الله يتعالج منها ويخف وينضم التدريبات الأهلي بشكل طبيعي على طول خلال الفترة الجاية خليها أكلمكم شوي على فريق الرجاء المغربي فريق الرجاء خلاص أعلن هو مسافر يوم 17 نفس اليوم اللي حيسافر فيه النادي الأهلي للإمارات أو عفوا لقطر عشان يخود هذه المباراة